اشتركوا في القناة لأحوال الجوية المتوقعة للأيام القليلة القادمة انتشر الضباب نهار هذا اليوم في معظم مناطق المملكة وأدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح لكن متى سينحسر هذا الضباب؟ نتوقع أن يستمر الضباب الكثيف على فترات هذه الليلة وبالتالي يستمر تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح في كثير من المناطق وبالتالي نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المرتفعات الجبلية لكن سينقشع الضباب بإذن الله صباح يوم غد الأربعاء ونهار يوم الأربعاء أما صور الغيوم لهذا اليوم فبنلاحظ عليها وجود كميات كبيرة من الغيوم تغطي المملكة معظمها من النوع المتوسط والمنخفض وهي من النوع الممطر الأمطار بتكون على شكل متقطع وخفيفة من هذه الغيوم وأيضا هناك كمية كبيرة من الغيوم تغطي جنوب غرب تركيا هذه الكمية الكبيرة من الغيوم مصاحبة أو بدأت تصاحب منخفض جوي بدأ يتشكل إلى الجنوب الغربي من تركيا وهذا واضح أيضا من الخرائط الجوية المستلمة لهذا اليوم حيث بنلاحظ أنه بدأ يتكون منخفض جوي إلى الجنوب الغربي من تركيا ويندفع خلف هذا المنخفض الجوي كتلة هوائية باردة هذا المنخفض يتحرك باتجاه الشرق لكن يوم الجمعة صباحا وفي ساعات الفجر بيكون هذا المنخفض غرب جزيرة قبرص ومصحوب بجبهة هوائية باردة يبدأ تأثيرها على المملكة بإذن الله وبالتالي تشتد سرعة الرياح بكي تصبح شديدة ومع حبات قوية أحيانا وتتكاثر الغيوم وتسقط الأمطار الغزيرة بإذن الله أيضا يستمر حركة هذا المنخفض الجوي بحيث أن يوم الجمعة عصرا ومساءا يتمركز إلى شمال شرق جزيرة قبرص وبالتالي تتحرك الجبهة إلى الشرق وبالتالي بتكون المملكة تحت تأثير وسيطرة الكتلة الهوائية الباردة اللي بتندفع خلف هذا المنخفض الجوي وبالتالي بيكون فيه هناك رياح شديدة وقوية مع حبات قوية أحيانا وماطر الأمطار بتكون غزيرة أحيانا هذه هي الوضعية الجوية أما الحالة الجوية المتوقعة المتوقعة هذه الليلة فبنلاحظ هذه الليلة بيكون الجو بارد نسبي في فرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا الصغرى المتوقعة هذه الليلة بحدود خمس درجات الآن ثمن درجات لكن أيضا الرطوبة مرتفعة الرطوبة بتكون بحدود تسعة وتسعين إلى تقريبا مية في المية فالجو رطب وهذا بفسر وجود الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غد الأربعاء تقريبا يستقر الجو أثناء النهار طبعا ساعات الصباح بلش الضباب ينقشع تدريجيا يتحسن أيضا مدى الرؤية الأفقية تدريجيا الجو بشكل عام غائم جزئي ارتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تصبح تقريبا حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى بحدود 14 والصغرى بحدود 6 درجات مئوية يوم الخميس الجو غائم جزئي بوجه عام فيه انخفاض على درجات الحرارة اجتداد على سرعة الرياح أيضا فيه يكون الجو مغبر في المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية وهذا يؤدي أيضا إلى تدني مدى الرؤية الأفقية مساء الخميس وليلة الخميس على الجمعة وبعد منتصف الليل هناك أو تتهيئ الفرصة تدريجيا لسقوط زخات راعدية من المطر وبالتالي يوم الجمعة ومع تأثير المنخفض الجوي العميق والمصحوب بكتلة هوائية باردة بيكون الجو يوم الجمعة بارد وغائم وماطر والأمطار بتكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا والبرد وأيضا مصحوب برياح شديدة مع حبات قوية قد تصل سرعة الرياح بحدود ما بين 70 إلى 90 كيلو متر في الساعة وطبعا درجات الحرارة بتكون متدنية العظمى بتكون بحدود ثمانية سغرى ست درجات هذا يوم الجمعة أما ملخص للأحوال الجوية فبنلاحظ انقشاع الضباب فجر يوم الأربعة استقرار الطقس بشكل عام يوم الأربعة لكن يوم الجمعة في منخفض جو عميق تأثير قوي في أمطار غزيرة ورياح شديدة بإذن الله شكرا لمتابعتكم ونتمنى الخير للجميع وإلى اللقاء